للأنبار أكو أخطاء دا ترتكبها القوة السياسية في محافظة الأنبار اضطهاد فساد استخفاف بيعني أمور عيب بمجتمعنا العشاء اللي تدار بهذه الطريقة يا بأي الحلبوسي مو جبيلي الرجل موظف رئيس برلمان شو ندخلي بالحلبوسي يعني أنا عندي أخطاء دا تقع في محافظة الأنبار أنا ما جئت على بغداد دا أحاسب سياسي من من الأخ الحلبوسي أن كافي تحط جو عباتك هل الناس القتل هو السؤال اللي أنا أريد أسألك الآن أنا أسمح لي أخ نجم نعم لأكم موضوع مهم في وقتها من قلت لهم ليش دا يحط يعني هو ليش منتزمل هذا ويعرف المشاكل اللي عليه اتضح أنه أحمد أبو ريشة كان الرجل عبارة عن صندوق بريد وسمسير بينه وبين السياسيين أو الإطاريين أو معرفش يسميهم أنت وكان يستخدم لهذه الأمور اليوم انكشفت الأوراق أحمد من ضمن اللعبة السياسية ما ندخل بها بس أحمد إحنا نطلبه أحمد يحاول يروح على أسمع نيش دا يسوي واذكرني يروح على ذول المرتزق اللي عندنا العقالة عندنا خوش يعني مجموعة أو حيش الطيبين من نهنف الأنبار عندكم من ذول اللي يترزقون الله العقالة طلعهم مؤتمر رحشوا على فلان طلع هذا الجروا بطرمبات يحش على فلان طلع فلان هذول يكون رح يجيهم الرد ليستعجلون رد جاي ولكن نحن نحن نحاسب من اللي جاي يغطي على أحمد أبو ريشة لا والله يا باب اللي اللي انتوازعها بيناتنا وإحنا نخوش اللي اللي قشرة اللي شو المزرعة ثمويل المن الأحمد أبو ريشة والفيروز شنو السالفة اللي جوا بيها الدواعش وقعدوا وذبحوا لهم وعشوهم ووكلوهم وبزوعة ودزوهم منه كان متعاملوا إياهم منه سيد نجم منه مزرعة شنو مصلاحة الحلبوسي بهذا غير أحمد هذه نقطة والله تقدر توجه السؤال للحلبوسي موليا اسأل وقل له انت جدام أهل الأنبار يا الحلبوسي جدام أهل الأنبار انت تتحمل باشر عقبر حطك على أحمد أبو ريشة تتحمل انت احتضانك لهذا الرجل يصير شيريه شوية بمعناها يصير شيريه هي دحج يا خالي نجم هي رح يصير تكسر أعظام بس للأفضل بدون أن ندخل المحافظة في مشكلة بدون أن ندخل المحافظة في مهاترات بدون أن نجرها إلى نزاعات عشائرية وسياسية يعني خير تطمئن الناس لا يقولهم رجعون ورح نتهجر لا لا الموضوع رح نسحبه خارج الأنبار ونقعد ببغداد لازم نتحاسب لازم يصير حساب أما ما أبو ريشة دمرها المحافظة كلها وتتقول لي شيء لليلة والله يا أبو ليلة القشرة اللي شفنا فيها وجه هذا والله أقسم بالله وروح الوادي إذا أكو إنسان رأس الخبث والمؤامرات في محافظة الهنبار هو هذا أحمد لا أهلس المؤمنة لا عشيرته لا الناس أنا سمعت أحد السياسيين برلمان يقول أحنا موضوع شيخ علي وقفنا به صح أنت وقفت به وجزاك الله خير وبالمناسبة يعني حتى يكون منصف في وقتها الحلبوسي هو اللي الرجل بكت من الدخل بموضوع ملفاتنا أنه حلو هذا الموضوع زيان أنتوا حليتوا منهين وتروحون على القضاء تقولهم أجلوه يعني ما أحترامي لقناتكم للناس نعم للسامعين يقولك علي يجسر وعلي كذا يا أخي أنت دمطيني حقي أنت ما كني وتريدني يعني أسكت أحترم القضاء أنا هم أريد للقضاء يحترمني حكومة هم أريد تحترم مو تحترم لك الشخص كمجتمع بالنتيجة أنت هاي الملفات وين تتصل بيها لو تعلموا الطبقة السياسية أنه يعاملون المواطن والسياسي في خانة الملفات وهذا ما يجوز يا ابن عمي ولذلك قدر نشوف في العراق ظلم اضطهاد تسييس لهذه الملفات شوكت ما يعجبك رجعة لا هذا يرجع وهذا ما يرجع ولا أنا أسأل عبر قناتكم التغيير المحترمة الوزارة متنازلة ومأحد مش تكي يا القاضي أنت يا سيد القاضي المحترم عايش مجلب بالأوراق تروح الحكومة الحكومة تعبانا ما تعرف يعني بصراحة أقول لك يا ما تعرف راسها من قفاها زين عمي الحكومة تعالحوا للملفات يواعدون ما يسوون شي بالنتيجة هذا اللي خلاني أجي بغداد وروح إلى الأنبار يا ابن عمي يا أنت تريد حاجز بيني بين أهلي وبين ناسي